النهاردة الحقيقة القضاء الإداري بيعيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وطلب العمري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعواه وطلباته احتراماً وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف سوط نهاردة أيضاً كان في مسحة طبية أو مسحة طبية خلال الفترة القادمة تنتظر نجوم النادي الأهلي بعد انتهاء الأجازة استعداداً لكأس الرابطة كأس الرابطة بكرة إن شاء الله هتكون قرعة كأس الرابطة ومسحة قريباً جداً بعد العودة من الانتخابات وبكرة إن شاء الله ساعة 2 ظهراً هتكون قرعة كأس الرابطة بمشاركة الأهلي أيضاً فيفا يطرح تذاكر مونديال الأندية 2021 بالإمارات للبيع حقيقة حقيقة الواحد اتكلم في الموضوع ده كتير جداً جداً تخيل حضرتك إن أنا مثلاً يعني بحط البرامج فحط برنامج الساعة 11 وحط برنامج الساعة 11 ونص في نفس الستوديو وأنا مثلاً وأنا اللي في إيدي قرار فأنا حط برنامج الساعة 11 وبرنامج الساعة 11 ونص وطالب الموزيع اللي في البرنامج الساعة 11 والموزيع اللي في البرنامج 11 ونص إنه هو يتصرف حاجة غريبة جداً حاجة غريبة جداً أنا عندي كاس أمم هتنتهي يوم ستة وعندي بطولة كاس عالم للأندية هتبدأ يوم ثلاثة ما هو إيه طب إيه ما حصلتش في التاريخ قعدت أقرأ واجيب يمين واجيبش مال لشكده ما حدش لقال حل الحل الوحيد إنه يتم تأجيل المباراة مؤكس العالم ما لهاش حل ما لهاش حل فحاجة غريبة جداً يعني عموماً أسعار التذاكر بتبدأ من 20 درهم للجولة الافتتاحية وحتى 200 درهم للنهائي بفئة الدرجة الأولى ما هي؟ ما هي؟